اهلا بكم في فيديو جديد معكم محمد ناس كثيرين لما بتفكر في الـ spinners أو الـ looters اول شيء يكيب بالهم الـ GIF ويتغاد عن كل مشكلة بتاع الجيف زي ان انا بقدارش اغير background بتاعتها ويققى محكوم بالـ size من هودة هنشوف موعد كيف يمكننا نعمل الـ spinner أو looters بشكل سهل وبسيط وانيميشن انه يلا بينا زي ما انتو شايفين ده مفروض الـ output اللي انا عايزين نوصله انيميشن شكله سهل وبسيط وتقريبا شبه اجلب الـ GIFs اللي انا بنشوفها انا موعدتش اجيب حاجة معقدة حبتين عشان في قطر متخدش مننا وقت طويل ممكن نعملها في فيديو تاني فيديو اليوم هنستعمل فيه HTML و CSS وكالعادة هنبدأ بـ project 4 نضيف اول file HTML هذه HTML ونضيف CSS styles styles ثم بعد كده ما ننساش ان احنا نعمل link style sheet ونحنا فاكرين كده style sheet كمان هنعمل هنا href تمام جدا ونعمل كالعادة container container بتاعنا جميل جدا وخلوني هنا نحط شوية styleات للكنتينر container ونخلي display flex في العادة يبقى width 100 v width height يبقى v height ونقوم جايين هنا نعمل align item center justify content center وننساش نشيل المارجين المارجين اللي بقى موجود في body by default وننحن نشوف background color وننشوف انية تمام جدا منتاز انية شغالة تمام وننحن مظبوط وكله تماما نأتي هنا نعمل Refresh أول حاجة نعملها هنا نبدأ نحط الـ 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 تمام؟ هنا عندنا الـ سيبقى لها width و height فهنقوم نعملين هنقوم نعملين menu width هنخلي 30 pixels و بعد كده هنقوم نعملين timing animation هنخلي ونقدر نغيرهم بعد كده بدون اي مشاكل تمام؟ كلهم نبص على الايكون اللي احنا قريبين مخلصينها ونحاول نفهم التركيب بتاع الايكون زي ما انتوا شايفين هنا انا هعمل دلوقتي aspect element عليها حس ان احنا نقدر نشوف هي بتتكون من كم حاجة زي ما انتوا شايفين هنا الـ spinner بتاعتنا هذا الـ parent اللي بره وجوه اثنين وهو الـ line اللي هو واخد الـ border او الشكل وندور الجزء اللي جوه ده 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 تطبيق ده 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 نطبق مع بعض الكلام نقوم بمثل الدف بدعم ده ونقوم بمثل سميها spinner ونطبق هنا سنضع line و spinner circle بالذي من اين ده مضبوط احنا كده خلصنا الجزء بتاع html كده كل الجزء اللي جاي هيبقى css الستايلين والانيميشن يبقى هنا اول حاجة هنعملها هنضي position relative عشان خاطر لو هيبقى جواها اي position absolute ما يحصلوش اي مشاكل التاني حاجة هنضيها border radius 50% عشان خاطر تاخد شكل السيركل وطبعا كالعادة هنقوم مدين display flex وjustify content center align item center عشان خاطر الكلنت اللي بواهيت center وهنديها width والheight احنا قريدي مجهزين من فوق اهو وده هيبقى نفس الvariable وهنا هنقوم عاملين overflow hidden وبعد overflow hidden هنديها background color هنديها color ده عشان خاطر ده ارمق شوية درجة ارمق من اللبن عشان خاطر تبقى وده نفس اللي صار اللي احنا شوفناه احو والزبط كده ده كده الburn خلينا نقبر عشان الدنيا تبقى دينة قدامه احنا زي ما قلنا من شوية ان هيبقى فيه padding هم ready two circles وما بين الاتنين فيه padding فهنطلع هنا وهنقوم حطين variable command وهنسمي menu padding وهنقول ان ال padding ده هيبقى 10 pixel وننزل تحت هنقوم بقى ال circle اولا لشان تبقى circle هنقوم بقى border radius 50% زي ما قلنا وكمان هنديها بدل ما هدي padding انا اريدي مستخدم display flex for فهنجي هنا هنقوم بقى width هيبقى calc وبعد كده ال var الاولاني بتاع menu width نقص ونفس الكلام مع height وهي ستسنتر الوحدة لان احنا زي ما قلنا فوق مدين display flex ومدين align items و justify content موجودين هنا كمين ايه كمان ال background بتاعتها هنديها background color white نفس ال background بتاعتنا ودي برضو خليها هنا نقول background color white هاو ونستعملها وببساطة هنا ونعملين background color وهنقوم بقى bar كده ونستعمل ده زي ما قلنا هنا حس ان كده في اي background نستعملها بكل السؤولة مجرد ان احنا نغير variable اللي فوق هنلاقي background لونها هيتغير وكمان ال icon بتاعتنا لونها هيتغير خلينا نسايف ونشوف ايه اللي هيحصل جميل جدا الآن يبقى عندنا two circles فوق بعض وبقى الشكل شبه مختم خلينا نضيف اخر قطعة في البصل الآن هنضيف ال line الفكرة في ال line ان احنا هنخليه نفس width و height بتاع ال circle تمام؟ ثم سأعمل بس بادل ما هنضيف بالقل كيف بادل ما فهن ضيف في جزء واحد فالجزء ده هو اللي هيبقى ظاهر وهو ده اللي هنشوفه هو بيتحر خلينا نطبق تبقى هذا ثانيا من ثم سأعطي width من اعضاء و height كما قلنا هذا الوقت سأعطي Nou من الضوء أضع المباردر سأضع المبارد وهو الvar المبارد سأضع المبارد و سأضع المبارد هذا الكلور سأضع المبارد و نرى الآن سنحل المشكلة بأننا سأضعها هذا الكلام هذا الكلام دعنا نرى الآن جميل جدا هذا الكلام يتم الفكرة أننا سأضع المبارد و سأضع المبارد و نرى جميل جدا كما بدأت الكلام توضح أكثر و بدأت الشكل يباني كما فضل الآخر جزء معنا وهو الانيميشن سننزل تحت سأضع keyframes و سنسمى spin و بعد ذلك سنضيف from to و سنقول transform rotate zero و هنا هنقول three six بحيث أنه يلف لفة كامل و هنذهب إلى spin و نضع animation و نضع الانيميشن و نضع الانيميشن و نضع و نضع timing و نضع infinity بحيث أن تفضل شغالة بشكل مستمع دعونا نسايف و نرى النتيجة جميل كده الانيميشن شغال تمام لكن هناك مشكلة في الانيميشن و نضع و نضع linear و كده الانيميشن شغال بدون أي مشاكل نقطة ثانية مهمة و نحن هنا ممكن في borders نضيف border lift مثلا كما ترى دعونا نخرج فوق نحاول نلعب قليلا في الارقام نعمل كده كده سريعة كده أسرع كده كده يتبطأ دعونا نغير هنا نعمل red كما ترى شغالة بدون أي مشاكل نجعلها أكوى نغير هذا color نجمعه جميل جدا ممتاز و كما ترى لدينا تحكم كامل في الإيقون نتحكم في الـ background نتحكم في width نتحكم في الـ سواء الـ color line أو circles وبكده يكون الفيديو النهاردة أتمنى أن يكون أعجابكم و تكونوا استفدتم منه لو أعجبك الفيديو اعمل لايك و اشترك و لو لديكم أي أسئلة بخصص حلقة النهاردة ياريت تسابوها تحت في كومنتات وأنا هرد عليها ان شاء الله سلام